اشتركوا في القناة طبعاً أنا كأبريق أبريق مياه فقط الآن كأبريق لا يوجد أي شيء سوى أن يحمل بالماء يضعون الماء بارد بعض الأوقات فاتر بعض الأشخاص قد يضعون بعض العصير الحياة لن تكون كذلك من قبل عندما كنت طفلاً أو كما كنون فنجان قهوة كانوا يضعون في فقط القهوة وكنت على تلامس مباشر بعض الأوقات كالبشر يعني عندما يشربون القهوة أو يعني كما في القهوة غالباً القهوة حينما يكن يضع فيه سواء القهوة يعني تلك كانت أيام بسيطة كانت الحياة بسيطة جداً يعني كنت فقط كفنجان قهوة وكانت القصص وهكذا يعني عندما يمكن كبرت أكثر وأصبحت فنجان أكبر أو يعني ما يسمونه مق الحياة تصبح أكثر تعقيداً يعني كما يقال فقد يضعون فيه الماء ويملؤون بالمياه وربما القهوة نس كافيه وربما الشاي ظروف الشاي وظروف البابونج وغيره وكان لي بعض أصدقاء كأبريق التسخين الكهربائي كانت أيام جميلة جداً وكنت أيضاً عن تلامس مباشرة مع بعض المخدوقات كالبشار يعني ويضعون فههم علي ويشربون وكل ذلك ويملؤون يحركون الكأس لتحرق السكري عملياً وأما الآن كمعاً كأبريق صرت فقط أبريق مياه لا شيء آخر وإذا كنت تسألني ما أقول لفنهجين الصغيرة أقول أن الحياة ستصبح ربما أكثر تعقيداً ثم ستصبح أسهل وكالمياه يعني كما كان تحريك السكر ترى السكر منتشر في كل الكأس في الأخير يرسو السكر في نهاية الكأس وتصبح الحياة أكثر بساطة ولا يوجد بها تعقيداتي شكراً لكم على هذه المقابلة وشكراً للشميع شكراً لكم على ستتاصلك والدفنة للتعبة متحملون بوוא� showing اشتركوا في القناة